اشتركوا في القناة برج العذراء ولكنه رح ينتقل في ساعات الصباح لبرج الميزان هو الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 53 دقيقة من صباح اليوم اللي هو السب لا ينتقل بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفيه طبعا القمر الآن موجود في برج العذراء فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح أو ساعات الفجر تقريبا منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ونشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما لها أي وجود هذه أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول ووسعنا في هذه الفترة اختناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب ومفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مأثرف يعني زاويتين هم اللي بنقدر نحكي هم زاويتين قائمات الآن اللي بنظر للخارطة الفلكية بلاقي فيه عدة زوايا هاي زوايا كلها زوايا منفصلة ضعيفة التأثير ولكن الزوايا القوية هي اللي إحنا منذكرها لحد نهاية قوتها الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين أورانوس وهاي طبعا رح يبضل تأثيراتها لأيوم خمسة ثلاثة بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم سبعة عشر ثلاثة طبعا ممتزجة يعني مزيج بين السعودي والنحوسي مع بعض إيجابيتها أنه بسود جو عام من الود وخصوصا بين العلاقات الخوية فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقة العاطفية العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للعلاقات الضعيفة أكثر المتضررين هم المتزوجون أو العلاقاتهم ضعيفة لأن هذه الزاوية بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية بالنسبة للزوايا القائمة حاليا أول زاوية رح تكون طبعا هي بلشت تأثيراتها من موعد بث الحلقة هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو طبعا ذروتها الساعة 11 و 19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يظل تأثيرها لها ساعات الصباح تقريبا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية حكينا يوم أمس إنه في خلو المسار يعني خلو المسار رح يكون مع ذروة هاي الزاوية اللي ذكرناها قبل قليل له الساعة 11 و 19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تبدأ بيبدأ خلو المسار السلبي للقمر وبيستمر حتى صباح يوم السبت حتى تمام الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج القمر خلاص بيكون انتقل لبرج الميزان واستقر في برج الميزان فعشان هيك بيبلش التأثيرات على جميع الأبراج في هاي الفترة إنه بتصير هاي الفترة أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل بعد الانتخال خلال هذا اليوم هي زاوية وحيدة زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعات الصباح ذروتها الساعة 12-17 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وبتستمر حتى ساعات المساء تأثير هاي الزاوية إنه منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم من الآن لغاية ساعات الصباح البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين من ساعات الصباح الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية اللي هي الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة والجلد عضو اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعاً هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية واللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع طبيبه يعني ما ينتظر لحديث ما تتفاقم الأمور وخصوصاً أنه القمر لما بيكون موجود في الميزان وبنتقل للعقرب تقريباً نفس الأعضاء هاي اللي بتكون أوجح حساسيتها فعشان هيك لازم نتوفر لها العناية الإضافية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعاً يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل إلا في فترة خلو المسار يعني إلا إذا كان محدد موعد العملية قبل خلو المسار طبعاً اليوم هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وإزالة الشعر الزائد وبرضو يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعاً ما في أي مشاكل برضو يوم إيجابي جداً واللي بشعر ببعض الأحراض الجانبية يعني أعتقد أنه بس بندول كل ست ساعات يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلال اليوم هذا فالول مسار القادم رح يكون يوم الاثنين واحد وعشرين اثنين بيبدأ في تمام الساعة خمسة ودقيقة صباحاً وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثمنتاشر دقيقة صباحاً لا ينتقل بعدها القمر لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة مساءاً بيصبح عشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية القمر في العذراء الآن ومع ساعة الصباح ونبدأ ينتقل للميزان ورح ينكث في الميزان لغاية يوم واحد وعشرين اثنين هو الآن سعيد بنسبة خمسة عشر في المية مع ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة طم منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% البلوتوف في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح القمر موجود في البيت السادس اللي هو بيتراكم فيه الحمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بتنتبهوا لا أعمالكم ولا صحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة للتواصل للتواصل لا اتفاق وابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء وهل شركاءكم وحاذروا من التراجع الصحي في ساعات الصباح الأجواء بتتغير طبعا لأن القمر سيصير مقابلكم تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور وتترأ بعض البلبلة فعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأن خصمك اليوم بيكون قوي والعراقيل بتستفزك برج الثور طبعا القمر موجود في البيت الخامس من الآن لغاية ساعات الصباح وبعدهم دي نتقل للبيت السادس البيت الخامس بيدعمك برغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بيحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأفضلها حظا من الآن للصباح وبتشعر بالطمأنينة والراحة ولكن من ساعات الصباح طبعا التركيز رح يصير على البيت السادس اللي هو العلاقة بالعمل والصحة فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم عشان هيك بدكوا تنتبهوا لصحتكم لأنه شوي برضو الأمور اللي العلاقة بالعمل ممكن تتزامن فيها الواجبات وتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك بدكوا تحاذروا من تراكم العمل ومن المشاكل الصحية برج الجوزة من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعروا ببعض الحزن والتعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك واليوم ممكن يكون من الآن للصباح تلمس بعض التوتر على الصعيد العائلي أو على أحد أفراد العائلة وبرضو ممكن يكون في كثرة من الضغوط والأمور الطارئة أما في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات بتقدر تلطف الأجواء وترجع العلاقات الضعيفة لطبيعتها أو اللي نابها النوع من أنواع التوتر بالفترة الماضية اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر هاي فترة إيجابية لصالحك برج السرطان من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء التنقلات والسفريات داخل المدن حاولوا برضو ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار واليوم بسجلك لقاء مهم أو اتصالات مفيدة بتجري يعني أبحاث ومفاوضات ناجحة وبتقوم بزيارة أو بتلاحق أمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الفترة المقبلة أما من ساعات الصباح الأجواء راح تتغير تماما بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم وممكن اليوم يكون في بعض القلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقك وحاول أنك ما تفرض رأيك لأنها هاي فترة جيدة برضو بتكون لها أمور الحلاقة برضو بالسفر وبالاستثمار برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي أهم إشيكو ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح تنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم اليوم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر بتكثر عندكم النشاطات حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك واستغل الوقت والفرص لأنها لصالحك برج العذراء من الآن لغاية ساعات الصباح تشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكون مميز بأداءك فالفترة هاي واعدة بخبر أو تسوي أو انطلاقها بمرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد أنت عندك طاقة كبيرة وحماسة ووضوح في الأفكار من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إش إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وحاولوا إنكم ما تبالغوا بمصاريفكم بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة اليوم رح تهتم كثير لأمور مالية واستشفائية ممكن اليوم تحصل على بعض المكاسب المكاسب هاي بتيجي إما أموال مستردة أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو من عمل إضافي برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه هذا اليوم من الآن لغاية ساعات الصباح بشكل جيد لصحتكم وبسيطر التعب الشديد عليكم وممكن تفكر في كثير من إلغاء الأمور لأن القمر ما زال موجود في بيت متعبك وممكن تبتعد عن الأضواء حاول إنك تحمي نفسك وتتحمل لغاية ساعات الصباح احمي نفسك من المحتالين اليوم بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية وتعتبر هاي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال ولكن الأفضل بيصير من ساعات الصباح بيطرق تغيير للأفضل على صحتك وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتقلب جميع المعطيات من تلقاء ذاتها وبتنقلب لحالها هيك فجأة من تلقاء ذاتها لصالحك يعني بتصير الأجواء داعملها إلك وبتبدأ مرحلة جديدة برج العقرب طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح القمر ما زال موجود في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء ولكن في ساعة الصباح رح ينتقل ويصير في بيت متاعبكم من الآن لساعة الصباح بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص رح يشاركوا أو ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن بنصح لأنه فترة قلوب مسار أنك تراجعها وتستشير أهل الإختصاص من ساعات الصباح بتكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر في بيت المتاعب زي ما حكينا لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هذه فترة فارغة من الحظ حاولوا أنك تحللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاضروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن لغاية ساعة الصباح ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك ما يتجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك تجنب التصرف الإرتجالي تركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل طبعا هذا الضغط رح يظل موجود لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما بصير عندكم يعني قابلية أو رغبة منك تلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكوا لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات يعني القمر رح ينتقل عباية العلاقات الاجتماعية اللي من خلالها ممكن تستفيد كثير اليوم لو أنت ركزت عليها مناسبة بحفلة باجتماع الأجواء جيدة برج الجديد من الآن لغاية ساعات الصباح بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يتركوا أجمل الانضباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة وبرضو بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك وهي تعتبر فترة إيجابية جدا فلا تضيع عليك الفرصة طبعا هذا الأمر رح يظل ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة ابتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب اليوم مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تكون بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح أنه اليوم في نوع من أنواع القلق والتوتر ولكن لو التزمت بالتعليمات بتكون لصالحك برج الدلو اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن صحتكم أو صحت قريب لكم تكون بحاجة للرعاية حاول برضو أنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وحاول أنك ما تهمل لا ملف ولا قضية من ساعات الصباح بتنشغله في أمور العلاقة بسفر بعيد أو انتصالات بعيدة أو التعامل مع أجانب ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو إجراء امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة أو دورة معينة بتناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رطب أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر لأن الطاقة عالية جدا عندك واليوم إيجابي بالنسبة لإلك وهي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وبعضك رح يكون عنده سفر برج الحوت من الآن لغاية ساعات الصباح حتى تركز جهدكم حول البحث عن قاسم مشترك لبي يجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة حاولوا أنكم تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هذه الفترة لأنه شوية ضغوطات كبيرة والأوضاع ممكن هيك تكون فيها نوع من أنواع صعوبة لأنه القمر مقابلك تماماً ولكن من ساعة الصباح القمر رح يتحرك بيت أو درجة ويصير في البيت الثامن بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية أهم شي إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوباً معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شي إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء